اليوم الوضع في الجزائر يشبه ذلك ويشبه ذلك بأكثر مما كان لأننا في اكتوبر الثمانية وثمانين كان الغضب الشعبي أساساً اندلع من الرويبة حيث العمال وحيث كانت هناك نقبات عمالية كلها تتحدث عن ضعف القدرة الشرائية عن فقدان مواد كثيرة بالمناسبة اكتوبر الثمانين وما قبله صيف الثمانين كان هو أيضاً تميز بقطع المياه من قطع الكهرباء بغلاء بعض الأسعار من قطع بعض الأسعار كل هذا كان آنذاك لكن مضاعف يعني لا يقارن بما هو الحال عليه اليوم لا يقارن قل الشيء آنذاك كانت الناس لا تشعر أن هناك من يعيش حياته وكأنه سلطان وكأنه أمير وهناك من لا يستطيع حتى أن تقول أنه في حالة عبودية أكثر من عبودية كثير من الجزائرين اليوم لا يجدون ما يأكلون العبيد زمان كانوا أسياد الأسياد يوفرونهم الأكل والشرب بشي يستطيعون أن يكملوا ويخدموهم ويكملوا العمل وإلى آخره اليوم كثير من الجزائرين لا يجدون ولا الأكل ولا الشرب فقدان المواد الطوابير ارتفاع الأسعار ندرة كثير من المواد خاصة الأدوية وأشياء أخرى كل هذا في الحقيقة يشبه ويشبه بشكل كبير جدا ولكن الوضع أسوأ بكثير والفرق أيضا في الوعي فيه فرق في خمسة أكتوبر ثمانية وثمانين كان هناك واعي أكيد كانت هناك تحركات شعبية أكيد ولكن لم يكن هناك إعلام خارج إعلام العصابة كان هناك قناة واحدة وإذاعاتين أو ثلاثة والجرائد نفسها تقريبا تغير فيها غير العنوان وهي نفس المضمون سواء الصدر بالعربية أو الفرنسية إذا استطنينا جريدة أو أسبوعية كانت تسمى للجيراكتياليتي اللي كانت معقولة إلى حد ما اليوم طبعا الناس لم تعود تهتم بقنواتهم ولا بجرائدهم هؤلاء لم تعود لهم أي قيمة إنما أصبح هناك عالم الأنترنت وعالم الأنترنت هو عالم بكل تأكيد فيه السلبيات ولكن فيه أيضا الإيجابيات خاصة اللي يبحثوا عليها فيه وعي أيضا اللي يختلف ما بين أكتوبر آنذاك وأكتوبر اليوم هو أن أكتوبر آنذاك لم يجهد حرك لم يعرف شعب جزائري قوته وقدرته السلمية وقدرته الحضارية وقدرته في طرح الحلول وقدرته في رفع الشعارات وقدرته في ما يريد وما لا يريد لم يكن معروف كانت صرات انتفاضات كانت صرات انتفاضات بدأت بانتفاضة القبائل في منطقة القبائل في أبريل 1980 وتبعت انتفاضات أخرى في كل من بلعباس، لغوات، وهران، قصمطينا، سطيف، العاصمة، خاصة القصبة ومدن أخرى لكن هذه هي ربما المدن التي تحضرني الآن لكن لم يكن هناك شعب جزائري لم يكن جرب أو عايش كيف يكون حراق شعبي سلمي يرفع شعارات جعلت كثير من بلدان العالم تنحو وتنحني بعبارة تنحني أمام هذا الشعب وكتبت كثير من الجرائد العالمية والمجلات ومواقع عالمية من أننا كنا نظن أن حينما ينتفض الشعب الجزائري ستكون بحار من الدماء فإذا بالحراك الجزائري يعطي درسا حقيقيا للكثيرين خاصة أن في تلك الفترة كان هناك كما تعرفون حراك لجيلي جون في فرنسا واللي قوبل بعنف شديد في باريس وكانت في الوقت الذي كان الجزائري يخرجون بكل قواهم السلمية إلى التعبير والحديث وما يريدون كانت ليليزي بما فيها شارع شونزيليزي وشوارع أخرى في باريس كانت تشتعل نارا ودخانا آنذاك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة